اشتركوا في القناة وتجزع انداع الصبابة اسمعا تغرض به يا عبد الملك ذكرت هذا البيت لتشبه حاليا بحال من يأتي بنفسه الى الفرقة ومباعدة الاحباب طائعا ويجزع حينه يذكر الصباب لما اتيتني في هذا الليل يا ابا عبيدان لا ادري ما اقول انا لا اريد الرحيل وفي نفسك علي عتب ولوم يا ابا سعيد انها ضرورة العيش وحب السعب وفوق كل ذي رغبة النفس في التطلع الى كل غريبة وعجيبة ولا اغرب او اعجب من سماعنا لما يدور هناك في بغداد وفي قصور اصحاب الملك انا لن اكون خارج الاسوار منتظرا موكب يحيا او جحفر او الفضل لقد فتح لي الفضل بابه راجيا مني ان ادخل وكأني انا المتفضل الم تقرأ كتابه بنفسك يا عبد الملك ومتى تنوي الرحيل بعد غد ان شاء الله هناك قافلة ستذهب بتحف الهند وحضر موتى الى بغداد وستكون انت تحفة التحف يا معمر والله المستعان على فراق من نحفر انه ابو السعدي والسعادة يجب ان ننسى اسمه القديم ما دامت السعادة قد دعت فهو ليس بابي عبيد الرجل ما زال على ظهر الناقة وبينه وبين بغداد ايام وايام الارض تطوى لمن يستقبل الخير يا عبد الملك عسى ان يستقبله الخير عسى قل ان الخير ينتظره ما دام الفضل البرمكي هو من دعاه وكتب اليه يستقدمه سمعت من بعض نساء الحي ان رجلا من تميم غادر البصرة واهله جيا وما انبلغ بغداد حتى وجد عملا في مطبخ جارية من جوار كاتب ديوان الجند وفي صباح يوم مبارك جاء رسول ومعه دنانير ذهب وضعها بيد امرأة هذا الرجل قائلا هذا بعض ما كسبه زوج النساء تغزل مع صوف القصص دفعا للضجر والملل انها حقيقة وهناك الكثير مما ترويه الناس اعاشق انت للفقر والفاقة يا عبد الملك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما هذا يا عبد الملك لماذا تقبل هذه الاوراق وتعانقها لانها سلمت من لعنة الذهب كيف افسر كلامك وافهمه يا ابا سعيد اتممت كتاب الخيل والخيل معقود بنواصها الخير الى يوم القيامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام تعال ونم فانت بحاجة الى النوم والراحة هذا العناء لا تحمد له عاقبة وانت لما لم تنام الى الان نمت بعد صلاة العشاء واستيقظت لأتم غزل الصوف عندي ما يشغلني غدا سأنام براحة الليلة لقد وضعت عن ظهري حملا ثقيلة سترهق ظهرك بثقل آخر كأنك لا تستريح إلا بالتعب والنصب لقد جعلني الله تعالى وعاء يحفظ الكثير من العلوم ويجب ان افرغ للناس من هذا الوعاء ما ينفعهم وينفعني لا ارى اي نفع من علمك هذا ارني دي نار ذهب الذهب يذهب والعلم النافع باق كشجرة طيبة والفقر الذي نحن فيه من اي الشجر والنبات هو؟ الشجر والنبات؟ شجر والنبات؟ كأنك هديتني إلى فكرة رودتني منذ حين ونسيتها سأدون من حفظي كتابا عن الشجر والنبات إن شاء الله يا ليتني لمذكر اسم الشجر والنبات تركت الصوف لماذا فعلت هذا يا امرأة؟ ما بال الصوف؟ أخشى أخشى أن يخطر ببالك ما يجعلك تدون كتابا عن الصوف صحف صحف وكراريس لا نفعذ فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا ابن الربيب كيف يكون هذا؟ إنه مثقر عن طاكية ومن وراء هروم من هم هؤلاء؟ لا أعرفهم بالأسماء لكن يحيى البرمكي أوكل الأمر إلى من رضي عنهم أمير المؤمنين أمير المؤمنين يرضى عن كل من يرضى عنه يحيى البرمكي هل في هذا الكتاب ما يثير قلقك أيها الأمير؟ إنه من قائد جند ثغر أمطاكية وأن بعض أصحاب الأضائف قد منعوا عنه عطيات الجند ليس لأصحاب الوظائف منع أو تأخير عطاء الجند إنه أمر ديوان الجند أن تحاجب أمير المؤمنين وتستطيع أن تعرض عليه الأمر يحيى البرمكي وابنه جعفر ينظران في هذه الأمور كما تعلم أيها الأمير إذا سر تذمر في صفوف جند ثغر أمطاكية فأن الروم سيستفدون من هذا الوط ويأخذون الثغر سأحتال للأمر سأهمس في أذن الرشيد أن عينا من عيوننا قد أحس بتحرك الروم نحو ثغر أمطاكية وهذا ما يجعل الرشيد يتحرى عن الأمر والرشيد حريص على منعة ثغرنا التي تجاور بلاد الروم أيها الأمير أرجو أن تعجل يا ابن الربيع سأكلمه حين يخل المسلس أعلمت بقدوم قافلة البصرة فجر اليوم؟ لا، لقد شغلنا الأمر الذي كنا فيه قبل قليل هل مع القافلة من نعرفه من أهل البصرة؟ معمر بن المثنى أبو عبيدة، أين هو؟ أريد أن نسلم عليه وأسأله عن أهلنا وصحبنا في البصرة أظنه يستعد للقاء الفضل البرمكي سأبعث إليه من يستقدمه قبل دخوله على الفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدينا تحية المسجد وفرغنا إليك يا أبا بشر أراك في عجلة ولف هؤلاء يا سيدي طلاب علم من أهل اليمن جاءوا يريدون الإقامة معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الله وبركاته متى قدمتم إلى البصرة؟ أول أمس هل نزلتم في الخان؟ استقبلتنا ثقيف بالكرم وأنزلنا سيدها في دار له قرب السوب ثقيف سباقة في المجد والحمد يا ليتني فست بكم قبل ثقيف فنحن نفوز بعلمك يا سيدي ليس من مجلس أدب ورواية إلا وذكرك ولقد أردنا القدوم إلى البصرة لنأخذ عنك الحديث والرواية وأيام العرب عني وعن غيري من علماء حفظة أثق بهم اقترب يا سهل هذا سهل بن محمد السجستاني وهو عربي من سجستان أخذ عني وعن غيري فأصبح واحد زمانه في اللغة والأخبار وسينتفع بعلمه من يجلس إلى حلقته إن شاء الله وهذا أبو بشر سيبوي عالم في اللغة وله طلاع واجتهاد فمن أراد النحو فأنا أوكله إلى سيبوي كلنا تلاميذك يا سيدي وأنا نفس كنت تلميذا لعلماء وشيوخ وسيكون أخوانكم من أهل اليمن في حلقات الدرس بيننا فلا تبخلوا عليهم بعلمكم وحلمكم كيف هي الأبلة؟ كيف هو درب البستان الذي كنا نلهو به حول بركة الماء؟ ويعلو سياحنا فينهرنا عبد الملك قائلاً نحن نتذاكر الشعر يا صبيان ابتعدوا كنت أتمنى أن أكون صبياً مثلكم على أن يمنحني عبد الملك الأصمعي من مسائل اللغة والشعر تفضل يا أبا تفضل كنت أتمنى أن أقترب وأسمع منه لكن أبي رحمه الله ألزمني التعلم في البيت وأعدني لأكون من أمراء الجند أنت في مكانة تفتخر بها البصرة قبل باهلة والآن أرجو أن تأذن لي بالكلام أيها الأمير فإني أحمد الله أنك بعثت في طلبي قبل دخولي على الفضل بنيحيى البرمكين قل لي يا أبا عبيد أنا مقبل على رجل شاع عنه وذا ما لا أستطيع أن أميز بين حقيقته ومبالغات العامة فيه وهو يريدني لأمر فيه امتحان الفضل من البرامك الذين يشترون الحمد والمجد وذيوع الذكر بغالي الثمن ويتخيرون كل مسموع الصوت واضح الأثر ويبالغون في إكرامه ليحركوا لسانه بمتعه مجالسهم لشراء المديح لا للأدب والعلم هذا جواب من سألني عن معنى هذه الكلمات فليستمع وينتفع بما أقول إن شاء الله الكفة هي كفة الميزان وكفة الرمل ما استدار منه الجد الحظ والجد الإجتهاد اللحن الفطنة واللحن الخطأ في الكلام السرب جماعة الإبل وجماعة النساء الروع الفزع والروع النفس والخير ضد الشر والخير الكرم رجل مبطن إذا كان ضامر البطن والمبطن أيضا كبير البطن من الرجال لا أراك الليلة ناشطا للغناء يا إسحاق نفد ما تخيرته من شعر للغناء يا مولاي شعر العرب لا ينفد يا هذا إنه بحر لا أول له ولا آخر صدقت يا مولاي صدقت لكن ما يصلح منه للغناء بما يوافق الضرب على العود درر هذا البحر والدرر لا تنالها اليد بيسر وكيف ستنالها يدك يا ابن الموصلي وفد وافد إلينا من علماء البصرة يروي الشار وسأجالسه وآخذ عنه يا مولاي وهل هو في الباب ينتظر الإرن بالدخول بل في مجلس والدين الفضل يا مولاي يا مسرور ابعث ما يأتينا بعالم البصرة من مجلس الفضل البرمكي ما اسم هذا الراوية البصرية يا إسحاق أبو عبيدة معمر بن المثنة اسمع يا مسرور لا تقتحم مجلس الفضل فيقع الذعر في القلوب من دخولك عليه عبو يا مولاي أتأذن لي بلا انصراب لم تعد قادرا على السهر كسابق العهد يا أبتي الكبر يا مولاي وتعب السلين لا تنقطع عن مجلسنا يا أبتي أنا قريب منك يا مولاي ولن أبعد عن مجلسك إن شاء الله إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسمعنا صوت العود إن لم تجد ما تغني يا إسحاق أريد أن أسرك يا مولاي بعمر بلغني من بلاد الشام قل يا ابن الربيع فمثلك لا يؤجل سماعه لنا عين في قرية عند ثغوري أنطاكية يعرف لغة الروم وطبايعهم أرسل إلينا محذرا من نية يبيتها الروم نهر أنطاكية يحرسه جند يقودهم نصر بن حاتم وهو يقض لا يخفل في تحرك الروم ما يثير الريب يا مولاي ثغر أنطاكية بعيد والطريق إليه وعر وتحجبه الثلوج شتاء وهذا قد يؤخر ميرة الجند وعطاءهم ومولاي أدرى بحال الجند إذا تأخر عنهم العطاء أعلم لكن جعفر البرمكي أوكل أعطيات الجند إلى من لا يقصر في عمله من هنا؟ من أنت؟ من كان معك خلف الستر يا زبيدة؟ لا أحد معي كنت أسمع أتسترقين السمع يا زبيدة؟ لا يقال هذا لمثلي يا هارون لقد جاء صوتك وصوت الفضل إلي وأنا في مكاني وليتني لم أسمع ما الذي تأسفين على سماعه يا زبيدة؟ ما يهدد ثغر أنطاكية وتقصير جبات المال والخراج في مد الجند بالمال والميرة من تكلم عن تقصير الجند وأصحاب الوظائف؟ ما دام من أصحاب جعفر البرمكي فإنه سيجبون المال لأمور تجعل أعطيات الجند في الطراب ألم يحدث هذا في جرجان؟ حين ثار الجند وترك الثكنة لانشغال صاحب الأمر عنهم وحبسه المال ليقيم يوم المهرجان إرضاء للفرس؟ عودي إلى مقصورتك وتركي لي تدبير شؤون الملك وهل سيتركك يحيا وابنه جعفر تدبر أمور الملك وقد أطلقت يدهما يا ابن عم هل ستبقى واقفا يا أبا عبيدة؟ حتى يأذن لي مولايا بالجلوس أو الانصراف؟ بل اجلس حتى نسمع منك وتسمع مننا اجلس ارفع بصرك يا بصري سبحان الله ولا إله إلا الله لماذا تبسمت يا إسحق؟ تذكرت بيت شارم لبشار بن برد حين سبح أبو عبيدة وهو ينظر إلى مولانا أمير المؤمنين وما هو؟ لا يليق بي أن أذكره إني أمرك أن تقول يقول بشار بن برد في وصفه حسن أباهرة الجمال تلقي بتسبيحة من حسن ما خلقت وتستفز حشراني بإرعادي ماذا تقول يا أبا عبيدة؟ بهاء أمير المؤمنين ونروجه لا يعضله حسن لم يبصره بشار الأعمى صدقت صدقت يا أبا عبيدة يا أبا عبيدة لمن تروي من الشعراء؟ لكل من يقع في القلب شهره ويثبت في القاطر قوله أحسنت هل تحفظ عن سماع أو نقل أو كراريس؟ في بصرتنا يا مولاي ينشأ فحول الشعر وسادة الشعر جالست منهم الكثير وحفظت عنهم وسمعت عن الأعراب أحسن ما قالوا وقرأت في كراريس جمع فيها الأصمعي من الشعر والكبر وسير الرجال ما أفنى به أيام شبابه وهو في حل وترحال يتتبع أجود الشعر وأطرف الرواية والخبر حتى صارت له صناديق فيها كراريس انتفع بعلمها مئات من طلاب العلم يا سبحان الله لم يدخل مجلسي هذا شاعر أو فقيه أو نحوي إلا وقال سمعت من الأصمعي أو نقلت عنه إنه أعجوبة البصرة أم كل عجيبة يا مولاي صدقت يا ابن الربيع صدقت فالبصرة والكوفة قد جمعت أهل الألم وتخرج فيهما أصحاب لسان ورأي يدافعون به عن دولة الإسلام ولغة القرآن ليتني أجالس الأصمعي وأسمع منه وأحفظ عمبر مولاتي ادفعي بهذا الكتاب إلى الخادم وليمضي به الساعة إلى سيدك الفضل بن الربيع سمعاً وضعاً سمعاً وضعاً فيك مخايل الخلافة يا عبد الله وإن الأمر صائر إليك إن شاء الله محمد تعال إلي يا ولدي تعال إلي يا ابن الهواشم دعني أنظر في وجهك الجميل لن تكون لعبد الله بن مراجل خلافة قبلك سأبدد هذا الحلم البرمكي اختموا بخاتمي وأدفعوا إلى عامل البريد ليأقذه إلى البصرة تعالا تعالا اقترب هذا الكتاب من مولاتي أمي جعفر إذا بلغك كتابي هذا كن أنت جوابه لأني أريد أن أسمع منك ما لا أود أن يسمعه أحد أسمع وطاعة يا أم جعفر أسمع وطاعة يا أم جعفر وعليكم السلام ورحمة الله تفضل يا ابن الربيع هل وصل ديوان الرسائل كتاب من قائد ثغر أنطاكيا يشكو فيه قلة الميرة وتأخر عطاء الجند أجبني يا ابن الربيع فإني أدرك أن الخوف من غضب يحيا وأولاده يجعلكم تلمحون ولا تصرحون يا مولاتي أنت أعلم بمكانة يحيا وولديه عند أمير المؤمنين وقد أطلق يدهم ولا يحب أن يراجعه أحد في أمر يصدر عنه ولو أن الأمير سعيدا الباهلي رفع شكاية قائد ثغر الجند ولكنها لم تصل بيد أمير المؤمنين ليكتب إلي قائد الثغر ويختم كتابه ويأمر عامل البريد ألا يفض الختم غيره وسأفعل ما لم أفعله حين اضطربت أمور الجند في جرجان مكنك الله من فعل كل خير يا مولاتي أتأذن لي مولاتي بالانصراف أريد أن أشاورك في أمر يشغلني يا ابن الربيع وستكون أول ما يسمعه مني الحمد لله الذي جعلني مؤتمنا عند مولاتي أريد أن تكون ولاية العهد لابني محمد وإني أجد فيك العون الذي أرجوه يا ابن الربيع لعلمي بصدق ولائك لنا فأبوك رحمه الله كان أمينا مؤتمنا عند جدي المنصور رحمه الله وغفر له إن شاء الله وكنت أنت كأبيك تتبع سيرته في ملكنا وترى ما أراه في أهل برمك الذين أطلقت يدهم الخيزران وآثرهم الرشيد على غيرهم إني ليسوءني أن أرى الأمر على هذا الحال يا مولاتي ويحيى البرمكي وابنه الفضل وجعفر يسارعون إلى استمالة القلوب بدنانير الذهب التي تأتي إلى بيت مال المسلمين ثم تصير إليهم ليشتروا بها أضياع ويجهز بها رجالهم وأعوانهم أنت حاجب الرشيد وهو يجلك لمكانة أبيك رحمه الله وحسن إخلاصك وسيرتك وعليك أن تهمس بإذنه بما يوغر صدره على يحيى وأولاده الذين يرون في عبد الله بن مراجل وليا للعهد دون محمد ابني وأنت تعلم أن ابني أحق بولاية العهد فهو هاشمي الأم والأب صدقت يا مولاتي وإني أرى ما ترين يكفيني منك هذا القول وإني أنتظر منك الفعل يا ابن الربيع سترين أكثر مما سمعت يا مولاتي مجلس هذا لا يحجب عنه من أريد محادثته ولقاءه وتستطيع أن تأتي بعد طلب الإذن متى شئت انظر شدا بحفظ الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله موسيقى تخير بغالا من ثكنة الجند لنقل العلف رافق تاجر العلف إلى ثكن حيا موسيقى لا تدخل علينا أحدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت في مجلس مولات أم جعفر وقد أسرت إلي بحديث أريدك أن تسمعه أظنه حديثا في أمر عظيم بل في أمر خطير أريدك أنت وكل من هواه ضد هوا آل برمك في هذا الأمر موسيقى متى استطيع الدخول على مولاي جعفر البرمسي أنا أنا هنا من آخر الليل من آخر الليل أنا عليل ولا أقوى على الوقوف قل لي مولاك جعفر مبارك الضحقان في الباب عجل ليس لي نسبا يصلني بفارس وأهلها لكنت الآن في مجلس جعفر اسكت يا هذا فحولك آذان تسمع موسيقى 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 ما أكثر من يفهد على يحيا وجعفر موسيقى ديار آل برمك ودواوينها عامرة بالوافدين موسيقى يا أم جعفر ما بالك لا تريد أن تسمع مني يا هارون لقد اشترى جعفر البرمكي لأمه الضيعة التي كنت أنت تريد شراءها بمال حمله الخازن من بيت مال المسلمين بأمر جعفر البرمكي وقد دعتني عتابة زوج يحيا البرمكي إلى التنزه بضيعتها التي أهداها إليها ابنها جعفر وفي دعوتها هذه شماتة بنا يا أمير المؤمنين وكأنها تريد أن تقول إن ابنها جعفراً يستطيع ما لا تستطيعه أنت يا ابن عم ما لي ولأحاديث النساء وثرثرتهن إنه ليس حديث النساء بل حديث ما يفعله هؤلاء بلا مراجعة ومحاسبة لا أريد لوماً وتقريعاً في مجلسي ألم أنهك من دخول مجلسي يا زبيدة مجلسك خال حتى من أصحاب الوظائف الكل هناك في باب يحيى ومجلسي جعفر حيث يدهر الملك موسيقى أكتب بعجل أكرمة الضبية عن خراج الرهاب وليكم مبارك ابن ميرزا بتولي الخراج مع زيادة عشرة دنانير فوق ما كان يأخذه الضبي كل شهر نحن نحفظ وصية أجدادنا يا ابن ميرزا لا أظن في العلم بل يقين يسنده قول من القرآن الكريم أو حديث للرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وما سمعنا أو قرأنا أن صحابياً قال أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذلك فعل التابعون ومن تبعهم في التثبت واليقين من صحة الخبر قبل روايته احذروا الدخل والدخيل ومن يقول بالظن ويروي عن هواء واعلموا أن لدينكم هذا أعداء يعلمون أن ذهاب الدين بذهاب أهل التثبت واليقين أبقى بعد الدرس أريد أن أسمع منك ما حفظته من سورة المائدة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكان الأجدر بك يا أبا بشر أن تؤدي صلاة تحية المسجد قبل أن تبادرنا بالسلام لقد أذهلني ما جئت من أجله يا سيدي ما الأمر؟ أراك في الطراب كاتب الوالي وحارسه في باب المسجد وقد منعتهما من الدخول وكيف تمنع عباد الله من الدخول إلى بيت الله؟ لقد جاءوا من أجلك يا سيدي الوالي يريدك الساعة خيرا إن شاء الله عسى يكون الأمر خيرا يا أبا بشر قدم الخير ولا تقدم ظن الشر هؤلاء لا يسألون عن عالم أو يطلبون إلا فيما يسطرنا الله منه الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أجلس في مكاني سأجلس لكم ساعة فمن أراد أن يسألني مسألة في النحو فسأجيبه بما يسره الله لي موسيقى لقد تشتت فكري لم يرسل الوالي في طلب سيد الأصمعي في مثل هذه الساعة هذا أمر لم يعرث عليها أحد كي أراجع فيه الخليفة كيف يضع جعفر البرمكي خاتمه حيث يجب أن يكون خاتم الخلافة سأعرض هذا على أمير المؤمنين غدا في الغداء ولكن مولاي جعفرا يريدك أن تنفذ أمره أذع لأمر وانصرف خاتم الخلافة بيد يحيا وجعفر يصرف الأمر كما يشاء والخليفة ليس في غفلة عن هذا وربما ربما يكونوا في غفلة لقد لقد ذهبت بحال وأعدت بأسوأ حال ما الأمر يا عبد الملك؟ أريد أن أخلو لنفسي لأتفكر في أمر هكذا هكذا تبدأ بكتابة كتاب جديد يأخذك منا أياما وأيام اتركيني يرحمك الله أنا أستحق الرحمة ارحمني يا رب اشتركوا في القناة 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 لو ذكرته بحضوري من ينقل حديثه إلى يحيى البرمكي يحتسبها يحيى شكاية مني هم وهل أتيت بشكاية يا ابن الربيع؟ خاتم الخلافة ما عاد بيد يحيى يا مولاي أهل بيته يصرفون الأمور بخاتم خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وضعها الله فيكم لمن هذه الخيل والعدد التي يريد شراءها جعفر؟ لقد أمرني أن أذعن دون مراجعة أو سؤال على لسان رسوله هذا أمر يحتاج إلى مراجعة وسؤال سأدعو جعفرا وأرسل في طلبك ونعرض عليه الكتب لعله يريد أن يكفيني معونة أمر جلل تعالى يا محمد تعالى بسم الله وماشاء الله وبارك الله لك يا مولاي في ولدك وجعل إليه ولاية أهد المسلمين الذين يسرهم أن يلي أمرهم هاشمي من آل البيت ومحمد حفظه الله هاشمي الأبي والأم وفي ذلك زيادة خصها الله به لا تعلم أني أدخل بلا إذن يا هذا دخلت علينا غاضبا يا جعفر حتى أن ساك الغضب مكان الخلافة وحيبتها عشى لله أن أفعل يا مولاي لكن إعاقة شؤون الملك بما يقتضيه الحال من قبل من عليه السمع والطاعة يحرك ساكن الغضب أي أذن لي يا مولاي فأجيب دعني أمهل جعفرا حتى يسكن عنه الغضب ويسمع مني أسمع وأطيع يا مولاي الفضل بن الربيع بن يونس هو من تعلم ومكانته عندنا لا تجعله مأمورا يسمع ويضيع لقد نشأ معنا كما نشأت أنت وصاحب أبوه جدي وأبي وأحسن في الصحبة والعمل والطاعة لقد رد رسولي بأقبح ردني يا مولاي أتريد أن تجعل من أصحاب الوظائف والرسل مكانة فوق مكانتنا يا جعفر الفضل حاجبي ومن خاصتي وهو يشاورني في كل أمر يُعرض عليه وهذه الكتب تحتاج إلى مراجعة وسؤال يا جعفر لمن تشتري هذه الخيلة والعدد في الأحواز يا جعفر؟ لتعزيز الجيش الذي يُعده أخونا الفضل في خراسان بلاد فارسة واسعة وأطرافها بعيدة يا مولاي وفيها حاميات ضعيفة وكيف تضع توقيعك على هذا الكتاب؟ وتضع خاتم الخلافة على كتاب يصدر عن أمرك لا عن أمر يحيى أني أفعل بما خولتني وخاتم الخلافة في بيتنا أعني أنا أعين أبي في إدارة بعض الشؤون من في الباب؟ أنا أبو بشر يا أم سعيد هل سيدي عبد الملك في البيت؟ إنه في حجرته، هل أدعوه؟ أدخليه يا أم سعيد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليته يبوح لي بما يشغله ويهمه كل هذا الهم؟ لا، 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 لا يجوز أن أسترق السم استغفر الله، استغفر الله وأعوذ بالله من وساويس الشيطان أمير البصرة يرسل في طلبك من أجل رسالة؟ لو تدري كم انتابني من القلق عليك وصرت أدور قرب دار الإمارة لعلني ألقاك وأنت تخرج رسالة يأتيك الكاتب والحرسي إلى المسجد من أجل رسالة يا سيدي أقرأ بنفسك ليزول عنك عجب ويأتيك عجب أكبر بخاتم وتوقيع الفضل الدربيع؟ لا يشغلك هذا عن قراءة ما يريد إنه يدعوك للرحيل إلى بغداد وبعد وماذا بعد؟ ألم تقرأ؟ قرأت وفهمت أنه يدعوك أن تحل علي ضيفا ببغداد كي يدخلك إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد والأمير سعيد الباهلي لا ينفك يذكرك بكل خير وماذا ترى يا سيبوي؟ وهل لي رأي غير رأيك؟ أريد أن أسمع منك فأنا لم أسمع غير رجيج بداخلي نفساية نازعاني هذه راغبة وهذه عازفة رافضة وأنا بينهما أجذب وأدفع قل شيئا يا أبا بشر يا سيدي الرسالة لا تنطوي على أمر أو طلب فيه قهر أو قصر الفضل بن الربيع يدعوك إلى الرحيل إلى بغداد كي ترى وتسمع بنفسك وليس لزاما عليك أن تبقى إن كان في البقاء ما لا يرضيك كيف؟ كيف؟ كيف أرحل إلى بغداد؟ كيف؟ نزل اشترك 돼س أتبقى ن minded ترجمة نانسي قنقر